بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء سنوات أولى ثانوي مرحبا بكم إلى قناتكم لرياضيات وللفزياء أيضا مازلنا معكم مع دروس الوحدة الثالثة في المادة الفيزياء القوى والحركات المنحنية إذن أولا أنصحكم في هذه الوحدة لازم تفهموا الوحدة الثانية على أكمل وجه لماذا؟ لأنها تقريبا هي معظم دروس تحاجي في الحركات المنحنية الفرق هو أن في المصار في الحركات المستقيمة شفنا المصار المستقيم هنا سنشوف مصار منحني إذن وصلنا لعنصر تمثيل شعاع السرعة اللحظية في الحركات المنحنية طبعا تمثيل شعاع السرعة اللحظية في الحركات المستقيمة شفناها وشفنا الخصائص تحى نجي اليوم في الحركات المنحنية إذن نأخذ كمثال تمثيل شعاع السرعة اللحظية عند الموضع M2 نطبق على مثال وهو ينطبق على جميع المواضح إذن فيثنين حبينا نمثل فيثنين إذن رح نمثل الشعاع فيثنين كيف ذلك؟ نلاحظ أن الشعاع فيثنين هو شعاع كما في الرياضيات إذن له خصائص إذن نقول أن أي شعاع سرعة لحظية له أربع خصائص كما في الرياضيات طبعا أي شعاع رح يكون عنده المبدأ يكون عنده الحامل الحامل تاو ويكون عنده الاتجاه ويكون عنده الطويلة تعلى شعاع تانا إذن هنا فقط دائما الجهة رح تكون ترتيبا تصعديا هكذا حسب النقاط هنا إذا لم يبدو لكم جهة الحركة رح نبدأ أم سيف أم واحد أم ثنين أم ثلاثة أم أربعة إلى غاية لكل المواضح إذن نقول تمثيل شعاع سعاع اللحظة عند الموضع أم ثنين إذن نقول لشعاع إذن نكتب هنا لشعاع السرعة اللحظية أيا كان أربع خصائص هنا راني نذكر في ثنين في الحركة المنحنية المنحنية أربع خصائص على في ثنين ثاني شيء وش عندي بعد المبدأ عندي الحامل هنا الحامل وشنو هو الحامل هنا دائما لا يتغير أيضا رح يكون مماسي بعدما شفنا في الحركة المستقيمة قلنا أنه منطبق على مصار الحركة هنا رح يكون مماسي للمصار المنحني في أي نقطة في الموضع أم ثنين وهنا بش يسهل عليكم يعني تعيين الحامل ندير لكم كيفية كيفية ذلك رح يكون موازي الحامل نديره موازي للمستقيم التالي المستقيم اللي يكون شوفوا معي قبل موضع أم ثنين هوليكم أم ثنين قبل الموضع أم أم ثنين هو أم واحد وبعده هو أم ثلاثة وإذن الموازي للمستقيم أم واحد أم ثلاثة أيضا قاعدة ما تتبدلش ثم بعد ذلك الخاصية الثالثة وش عندي عندي الجهة الجهة أيضا لا تتغير الجهة دائما في الشعاع سرعا اللحظية أي إن كانت المستقيمة أو المنحنية تكون جهة الحركة دائما جهة الحركة أكتب لكم دائما باش تشفوها لها أبقى لي آخر آآ آآ نقطة هي القيمة أو الطويلة إذن الطويلة طويلة الشعاع أو القيمة نفس الشيء هناكي فرح نحسبها نحسبها نقول هي طويلة 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 الشعاع في ثنين طويلة شعاع في ثنين باستعمال طبعا نستعمل باستعمال سلم الرسم سلم الرسم يلا مع بعض نطبق خاصية بعد خاصية نبدو بالمبدأ إذن قلنا أن الموضع ولكن حذري ما نساش أنني مش رح نحسب نحسب أولا طويلة إذن نكتب حساب طويلة أو نحسب قيمة نكتب حساب نحسب حساب قيمة السرعة اللحظية لازم نبدأ بهذا الشيء سرعة اللحظية عند الموضع أم ثنين كيف رح نحسبها شفنا في الجزء السابق قلنا أن في ثنين ماذا تساوي تساوي طول القوس قبل الموضع أم ثنين كين أم واحد بعد الموضع أم ثنين كين أم ثلاثة قلنا طول القوس أم واحد أم ثنين على ثنين في طو في السلم طبعا وقلنا طول القوس بما أن دلتا تي تاي الزمن صغير جدا ما نحسبه هي طول القطعة المستقيمة أم واحد أم ثلاثة ثم عندنا الطو تعنا هنا سفر فاصل واحد ثانية وعندنا السلم واحد سنتيمتر لكل واحد سنتيمتر على الورقة أو على الرسم تقابله سفر فاصل واحد متر على الحقيقة في الحقيقة إذن نطبق وفقط نزال فقط نحسب المسافة لنأخذ مسترة نأخذ مسترة أضعها على أم واحد شوفوا معي هكذا أم واحد ثم نحسب المسافة بين أم واحد وأم ثنين رح نلقاها هي ستة فاصل اثنين سنتيمتر إذن أطبق إذن في ثنين تعي ماذا تساوي في ثنين قلنا تساوي ستة فاصل ثنين وعوض تطبيق العددي في السلم كم هو السلم سفر فاصل واحد على ثنين في تو تعي سفر فاصل واحد أيضا ويساوي إذن نختزل سفر فاصل واحد مع سفر فاصل واحد يبقى لي ستة فاصل ثنين على ثنين وتخرج ليه ثلاثة فاصل واحد إذن فيثنين تاعي ماذا تساوي كقيمة ثلاثة فاصل واحد ما ننساش الوحدة اللي هي متر على الثانية إذن لقيت قيمة فيثنين تاعي وش لازم نلقى؟ نلقى طويلة تاعو إذن حساب إذن الآن ندير حساب طويلة الشعاع فيثنين إذن كيف راح نلقى طويلة الشعاع فيثنين؟ طبعا هنا راح أأخذ سلم لازم نأخذ سلم السرعة إذن حذاري ما نأخذ سلم المسافة إذن هذا سلم هذا سلم سلم المسافة حذاري ما نغلطش إذن راح نأخذ سلم تاعي إذن نقول باستعمال سلم سلم الرسم التالي يعني راح أأخذ لكل واحد سنتيمتر نأخذوه يمثل واحد مدر على ثانية إذن وبالتالي طويلة الشعاع فيثنين تاعي أو طول الشعاع فيثنين تاعي إذن راح شحال يساوي قلت عنده ثلاثة فاصل واحد ماتر على الثانية إذن طول الشعاع فيثنين فيثنين تاعي ماذا يساوي ثلاثة فاصل واحد في واحد تقسيم واحد يخرج لي ثلاثة فاصل واحد مشنو سنتيمتر إذن طول الشعاع التاعي فيثنين هنا فقط شعاع إذن طول الشعاع فيثنين تاعي هو ثلاثة فاصل واحد سنتيمتر يلا مع بعض نبدأ وعلى رسم كيفية تعيين هذا الشعاع وش راح ندير نطبق الخاصية ونبدأ ومن الأول إلى الرابع إذن كيف أعين شوفوا معي راح نرسم أولا شوفوا معي نرسم طول القطعة المستقيمة أم واحد أم ثلاثة هكذا أصل بين أم واحد وأم ثلاثة إذن نقزوا معي كيف راح نرسم الشعاع التاعي فيثنين إذن نأخذ المسترة شوفوا معي أول شي ندير المسترة التاعي على الموضع أم ثلاثة إذن المبدأ الشعاع التاعي راح يكون أم ثلاثة وقلنا الحامل راح يكون موازي لأم واحد أم ثلاثة إذن نجي هكذا ثم أضع صفر التاعي على أم ثلاثة ثم بعد ذلك نرسم شعاع إذن جهة الحركة راح تكون في هذه الجهة إذن شوفوا معي إذن قلت جهة الحركة راح تكون في هذه الجهة إذن قلت أضع المسترة التاعي صفر التاعي على مبدأ الشعاع التاعي أم ثلاثة ثم بعد ذلك نرسم شعاع مماسي للمنحنة ويكون طويلته ثلاثة فاصل واحد إذن شوفوا معي كيف رح نرسل هكذا هذا هو الشعاع تاعي إذن در له الاتجاه تاعي لازم يكون مماسي هنا إذن هذا هو الشعاع في اثنين تاعي إذن فقط هنا لازم يكون مماسي هنا فقط الشكل التاعي ما ظهر ليش إذن النقطة التاعي هوليك أمثنين أتمنى أن نكون الشرح واضح للجميع أعيد رسمه هنا النقطة التاعي أمثنين نعود نرسمه لكم شوفوا معي هكذا إذن هذا هو الشعاع في اثنين وهذا هو التمثيل تاعي أتمنى فقط أنني كفيت وفيت للشرح لهذا الدرس إذن سلام الله عليكم إلى الملتقى إن شاء الله